اشتركوا في القناة وينص هذا الاتفاق في ضم مضامينه على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يفضي إلى مجموعة من الالتزامات من أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطعين العام والخاص بالإضافة إلى حف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهائتي المساعدين الإدريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي من 33% إلى 36% والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطعين العام والخاص كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة وتنكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل بالإضافة إلى تنكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحلين على التقاعد والمتضررين من الجائحات جائحة كورونا من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل كما ستعمل الدولة على تقديم عرض تتحمل تكاليفه يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعملات والعمل المنزليين لدى مشغليهم ساما منها في تشجيع النساء العاملات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي الحديث بتفاصيل أكثر عن هذا الاتفاق ورحب باسمكم بضيوف الكرام والبداية ستكون مع الأستاذة كريمة غراد الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس من رباط أهلا ومرحبا بك أهلا وشكرا للصدافة ومبروك لعيدين ونهدر المنبر نبارك للطبق العاملاء عيدها الأممي مبروك للشغيلة عيد العمال وأيضا عيد مبارك سعيد لكم جميعنا الترحيب موصول ببدر الزاهر الأزرق الدكتور في قانون العمال والاقتصاد كل عام تب خير دكتور ومرحبا بك مرحبا وعيد مبارك سعيد كما يسرني أن أرحب بالسيد أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله والذي ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة فاس أهلا ومرحبا بك دكتور وكل عام تب خير أهلا ومرحبا بك إذن ماذا نقول تجربة غير مسبوقة كما قيل في البلاغ مشاورات استمرت حتى الرابعة صباحا هذا ما تم تسريبو إجماع تفاؤل قد نقول توافق وفي نفس الوقت مسلسل مغربي مستمر منذ تسعينيات القرن الماضي منذ أن بدأت سلسلة الحوارات الاجتماعية هل هو تتويج اليوم لتوافقات لبت ربما تطلعات الشغيلة في المغرب أم أنها كما قال أحدهما سنعود إلى تصريحاته فيما بعد وهو أيضا مسؤول دارس يعني لم تكن في مستوى التطلعات بكل صراحة الحوار الاجتماعي الذي تم التوافق عنه أو حوله يوم 30 أفغيل أتى بعد سلسلة ماراتونية ديال الحوار الاجتماعي وديال اللجان قطاعية التي كانت تمثلات في القطاع الخاص والقطاع العام والجنة الشريعات المتعلقة بالعمل وكذلك اللجان المشاركة منذ فبراير 2022 نقدر نقول بأنه كان توافقات إلى حدود الجمعة كانت هناك إرهاسات وكانت هناك تصريحات بل بلاغات كانت تؤدي إلى فضل ذلك الاتفاق لكن الذي حصل هو كان إجماع يوم 30 أفغيل نتمنى خيرا الجديد الذي أتى به هو هناك نوع من المأساسة الحوار الاجتماعي اللي هو منتوج أو نتاج الحركة النقبية وليس تحقيق حكومي هذا كريم هناك من يقول في تعليق قرأته خلال تحضير هذه الحلقة قال مأسسة يعني مؤسسة مؤسسة يعني سيارات للعمل مكاتب أجور وكراء لمقارات إلى غير ذلك هذا من باب يعني ربما حكم قيمة على مسألة مأسسة الحوار الاجتماعي من عدم المأسسة يقصد بها كما كنا في حوارات سابقة بأن الحوار الاجتماعي بدأ متعترا ومتعتلا في المغربعات يعني بشكل متأخر جدا حتى الـ 90 يعني البداية كانت دائما بداية مناسبتية في كل أزمة اجتماعية أو أزمة اقتصادية أو شيء عالمي لأن المغرب داخل المنظومة العالمية والإقليمية لكن حاليا المأسسة يعني بمثابة إجراء يعني حوار هناك أجندة حكومية ستلتزم بها النقابة والحكومة اجتماعات بين أبريل وسبتمبر طبعا اجتماعات في أفغيل دورتي أفغيل ودورة شوتنبير وفي نفس الوقت ستكون واحد الأجندة واحد البرنامج عمل سيتم ملتزام بين الطرفين ولا ننسى الطرف الثالث وهو أرباب العمل أو ما يسمى بالبطرونة الجديد الذي كان هنا أنه تم الحديث عن ما يسمى بسنة الاجتماعية على غرار ما يأتي حاليا في الإعلام المغربي ومن خلال البرنامج الملكي الدولة الاجتماعية شفنا النموذج التنموي وشفنا الورش الملكي للحماية الاجتماعية طبيعي أن الحكومة وعدت المغاربة بأنها ستحقق واحد المكتسابات التي جاءت في خلال البرامج الحكومية طبيعي جدا أنها تمشي لمسألة المأسسة لكن لا نقول أن المأسسة ارتبطت بحكومة سيد أخنوش بل هي مطلب الحركة النقبية طبعا نتمنى خيرا لأنه من يجب أن تكون أجندة حكومية للحوار الجماعي المأسسة تضبع إجراءات التعامل مع مطالب الحركة النقبية مع الملفات المطلبية الملفات القطاعية والملفات كذلك بشكل عام مطالب تهم جميع القطاع سواء القطاع العام أو القطاع الخاص الجديد اللي جاء هو في هذا الإطار لا نفصل أنا فقط حكم على هذا التوافق الذي وصل إليه أما تفاصيل طبعا هذا رد على الانتظارات لأن العشرية الأخيرة كانت كلها فيها بقايا محاضر محاضر 2011 2018 2019 وبالتالي لم يكن حوار الجماعي بقواعده بأسسه غير الكلاسيكية المغرب يطمح أو الشغيلة المغربية تطمح إلى حوار جماعي متقدم وحتى الحركة النقبية لكن الاتفاق ديال 30 أفغيل ديالما قبل أمس يعني لا يرقى إلى تطلعات الحركة النقبية لا يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة نتمنى خيرا ننتظر دورة شتنبير ومدى التزام الحكومة بالأجندة الحكومية ومدى تفاعلها الإيجابي كذلك مع مطالب الحركة النقبية جميل من حوار قطاعي وجلسات وتوافقات مع التعليم وغيرها من القطاعات إلى مذكرات أو جلسة الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكومة والنقبات والمركزية النقبية الأكثر تبثيلا ومذكرة الرابع والعشرين من فبراير وصولا إلى 30 قبل ذلك يوم الجمعة 30 من أبريل الخروج انتظار يعني تغيير موقف الحكومة والنقبات يعني أصدرت تصريحات شديدة للهجة وقالت بأن ذلك لا يرقى إلى مستوى التطلعات وعلى الحكومة أن تستجيب لما جاءت به مذكرات الرابع والعشرين من أبريل خلال هذه الساعات هل ما تغير بالفعل هو ما يواكب تطلعات المركزية النقبية أظن أن السقف الذي وضعته نقبات كمطالب آنية وعاجلة من أجل تحقيقها من أجل دعم الطبقة العمالية والموضفين لمواجهات هذا السياق الاقتصادي المتأزم لم تأخذ بعين الاعتبار من خلال هذا الاتفاق الذي تم الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع وأظن أن الحكومة هي مرتهنة لهذا السياق المتأزمي أيضا تحكمها مجموعة من التوازنات المالية التي يجب أن تؤثر عملها وكذلك أن تؤثر المطالب التي يمكن أن تستجيبها أظن أن أهم مطلب كان مطروح من لدى النقابات هو تعزيز القدرة الشرائية للعمال والموضفين وذلك عبر قناة الرفع من الأجور هذا مطلب كان رئيسي ومطلب عام ليس مطلبا قطاعيا يخص قطاعا دون الآخر وهذا الإجابة لهذا المطلب هي حاضرة من خلال هذا الاتفاق عبر قناة التخفيض من الضربة على الدخل غير أن الطريقة التي عرج بها هذا المطلب تظل غامضة ومبهامة بمعنى لأول مرة لنتحدث عن زيادة مقدرة ومحددة قيمتها ومبرمجة زمنيا إنما نتحدث عن إرادة ونواي للحكومة بدون توريخ بدون التوريخ بدون التزام محدد بدون جدولة زمانية بدون تحديد لهذه القيمة ونحن نعلم بأن هذه القيمة الدخل هي كانت تتقي الكاهل خاصة الموضفين والأجراء فعلى عد حكومة جدتو كانت هذه القيمة تتجاوز الربعين في المائة وخلال حكومات اللاحقة كان هناك تخفيض لهذه القيمة حتى تراوحه بن 10% أو 38% ولكن لها لا زالت تتقي الكاهلة وقدرة شرائية للطبق الوسطى خاصة الموضفين والعمال هي خطوة للثقة قالوا ولكن كيف لهذه الخطوة أن تكون خطوة هي خطوة غامضة وسوف تزرع الثقة أظن أنها أتت أكلها بشكل عكسي وأظن هي المؤاخدة الآن الكبرى التي يتم مؤاخدة على هذا الاتفاق كيف يعقل أن يكون هناك مطلب تمت الاستجابة له بشكل غامض ودون تحديد قيمته ودون جدولة زمانية هذا ما يؤاخذ على هذا الاتفاق اليوم ناهيك لأنه حين نتحدث عن القدرة الشرائية وتراجع القدرة الشرائية ونحن نعلم أن الاستهلاك هو محدد رئيسي للدورة الاقتصادية نتحدث عن انتعاش القطع الاقتصادي عن انتعاش القطع الصناعي وقطع الخدمات المرتبط بالطلاب بالاستهلاك وأنت لا تتخذ إجراءات من خلال الاتفاق لتقوية القدرة الشرائية وتعزيز الطلاب إذن أنت بشكل غير مباشر تؤثر على الدورة الاقتصادية بشكل سلبي لأنك تضرب أحد أهم الحلقات هي حلقة الاستهلاك لأنه المستهلكين في المغرب أظن يشكلون نسبة مهمة من الموظفين ومن العمال ومن الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة تتأكل والإجراءات المتخذة في هذه السادات أو المنتظرة التي كان يجب تضمينها لهذا الاتفاق وفي مقدماتها الزيدة في الأرجور لم تأخذ بي عن الاعتبار أظن هذه المؤخذة الرئيسية على هذا الاتفاق سنعود لتفاصيله المملة ولكن قبل ذلك ما أنك تحدث عن الطبقة المتوسطة يوم ما كان معي سينيزار بركة خارج من الحكومة كان وقال الطبقة المتوسطة يعني انهارت خاصة في عز أزمة كورونا واليوم الحكومة تأتي من أجل تعزيز تلك الطبقة المتوسطة عبر مجموعة من المبادرات منها أوراش منها فرصة منها خلق طبقة متوسطة داخل العالم القراوي نتمنى أن يحدث ذلك أنتقل إلى واتزم معك دكتور أمين السعيد قراءة أولية لمضامين هذا الاقتفاق خاصة وأن في كواليسه كان هناك مقترح حكومي يوم الجمعة ولكنه تغير على ماذا توافقت النقابات أو ماذا تغير بالأحرى في هذا الاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة أولاً أستاذ نوفل في إطار تلسلة الحوار الاجتماعي نحن أمام مفارقة معقدة وهي مفارقة مرتبطة بكيفية تحسين دخل الطبقة الشغيرة والموظفين في دل أزمة خانقة وطبعاً هذه المفارقة لا تعاني منها الحكومة المغربية وإنما تعاني منها جل حكومة العالم طبعاً أنه عندما اليوم نقرأ مخرجات الحوار الاجتماعي الذي نشاره في 30 أبريد قبل يوم العيد أعتقد أنه كعنوان باريس أنه يعتبر أو يعد خطوة إلى الأمام لماذا خطوة إلى الأمام؟ لأنه المتتبع لهذه الجوالات الماراضونية كان العديد يعتقد أنه مثلثل الحوار الاجتماعي سيفشل لأنه كانت هناك العديد من تسريبات وكانت هناك العديد من تشنجات وكانت العديد من التطحونات على اعتبار أن المركزيات النقابية ظلت متشفيتة بمطالبها الرئيسية ولعل أموال مطلب الرفع من الأجور في مقابل عدم قدرة الحكومة وعدم توفرها على الإمكانيات المالية لذلك العموم أنه بشكل عام دون الدخول في التفاصيل أنه عندما نشر المحضر مديل بتوقيعات كافة الأطراف الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً للكمفيدرالية المغربية الفلاحة والتنمية القروية يعتبر خطوة إلى الأمام ولكن لا يرقى إلى انتظارات الجامعة النقطة الثانية أو المراحلة الثانية وهي مهمة وهي مهمة على مستوى علم الشماء السياسي ومهمة أيضاً على مستوى علاقة المجتمع بالحكومة اليوم بدأنا نعيش انتظارات المواطنين من الحكومة اليوم هناك نوع من عودة السياسة وهناك اليوم انتظار ما لا سيقدمه الفاعل السياسي والفاعل المقابي كان هناك انتظار ترقب كبير كانت هناك تريبات كان هناك حوارات على مستوى وسائل التواصل الشماعي على مستوى المقاهي بمعنى ما هي الحلول التي تقدمها الحكومة في ذل السياق نعرفه وكنا نعرفه أن المجتمع لا يتفاعل مع الحكومة وأن المجتمع فقد تقتعه في منظومة الوساطة اليوم قبل أيام العيد كان هناك انتظار مجتمعي وهذا له أنعكاس إيجابي على مستوى هل لبى الاتفاق هذا الانتظار المجتمعي؟ بشكل عامي تقييم عامي سمحت دكتور أمين ومن ثم أنه أفصل ربما بمجموعة من الاتفاقية التي تضمنها طبعا هناك بعض المجهودات لا ينبغي أن نبخف هذا الاتفاق ولا ينبغي أن نضرب بعرض الحائط تفاصيل هذا الاتفاق ولكن العموم أنه لا يرقى إلى انتظارات المجتمع بشكل عام ولا يرقى إلى انتظارات طبقة شغيرة هناك بعض الإيجابيات سيمكن أن نتحدث عن تفاصيلها ولكن السؤال الرئيسي والمطلب المهيكي الجوهري وهو المطلب المتعلق بالرفع من منظومة الأجور لم تستطيع الحكومة أن تتجاوب معه هذا مرتبط بالعديد من الاختلالات التي أشار إليها الضيوف الكرام مرتبطة بالتوزنات المالية مرتبطة بالتدعيات الخارجية والمتعلقة بالنعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك المرتبطة بعض الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بعض المنظومات مثلا عندما أتحدث على صناديق التقاعد فهو اختلال البنيوي عميق تاريخي يجر في حمولته وفي عمقه العديد من المشاكيل عندما تحدثوا اليوم على تخفيض من الضريب على الدخل فهو سينعكسوا على ميزانية الدولة ذلك نحن كما قلت أمام مفارقة مفارقة فيها ثلاث أطراف كل طرفين بإكراهاته وبحيوده وبرهانته طرف الحكومة كمدبر سياسي طرف الاتحاد العام للشغالين كباترونة تريد أن ترعي مصالحها وكذلك الطرف الثالث وهو القوى الاقتراحية التي يمثل المركزيات النقابية الأكثر تمثيلين وأن تدابعها على مطالبها أشكرك مجموعة من المضامين التي كانت من خلال هذا الاتفاق وفقا لتوافقات وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلين هكذا يعني عبر البلاغ جميل حس روح وطنية حس توافقي ينفي ما جاء ربما في ما تحدثت عنه النقابات من ابتزاز ونوايا مسبوقة يوم الجمعة تغيرت الأمور وانقلبت الأسان على عقب ربما هذا سينقلنا فيما بعد لنقاش حول كيف رأى شغيلة ما قامت به النقابات المدافعة عن حقوقها أو بعض منها على الأقل رفع من حد الأدنى الأجر بقطاعات الصناعة التجارة الخدمات بنسبة 10% كيف تنظرين لهذا الإجراء؟ هو إجراء يعني كانت دائما نقابات كتنادي بيه كتنادي بيه يعني هو مطلب أو نيداء دائما كي يكون دخل في الكلاسيكيات لحوار الجمعي يضف الأجور على سنتين تماما وخمسة في المئة السنة المقبلة وتوحيد كذلك الإجراء الآخر كان هو توحيد يعني السميك في القطع الفلاحي ومقرنته يعني التساويدي رمع القطع الصناعي في الأفق 2028 في نفس الوقت كانت المسألة الأخرى اللي مرتبطة بالقطع العمومي أو القطع العام اللي هو الوظيفة العمومية الرفع من نسبة الحاسيس من 33% إلى 36% وبالتالي خلق مجال للترقي داخل الوظيفة العمومية وهو بمثابة قانون المتمم الذي أتى به الإصلاح الإداري لسنة 2005 في نفس الوقت كانت إشارة أخرى في إطار النوايا إلى تخفيض من الضريبة على الدخل واللينا نعتبرها من أعلى الضرائب على الصعيد المنطقة وعلى الصعيد المنطقة المغاربية والمنطقة العربية 38% ودائما أن الموظف يؤدي بشكل منتظم الضريبة على الدخل وكتبقى دائما خط متوازي إلى نعم مخلصة 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 تماما في نفس الوقت لاحظنا أن الانتظارات كانت كبيرة بزاف سيفغي أنه أن الاتفاق أعطى واحد قيمة إضافية واحد تفاعل إيجابي للحكومة مع المطالب الحركة اللاقبية لكن أغفل ملفات كبرى ملفة تقاعد تحدث الأستاذ أمينح قبل قليل على ملفة تقاعد يعني من 2008 كان هناك خطب ملكي حول تشتوت صندق تقاعد الحركة النقابية تطالب بتوحيد أقطاب نظام تقاعد يعني قطع عام وقطع خاص تماما وينتقل من تقاعد الإجباري لتقاعد تكملي ثم تقاعد اختياري حاليا برنامج تغطية الصحية وبرنامج الحماية الاجتماعية برعاية ملاكية يعني خفف العبء على الحكومة يعني هناك أورش مفتوحة خاص تنفيذ وخاص الأجراءة لأن اللي عشنا في المغرب يعني أكثر من خمسين سنة هناك أعطاب أعطاب في المنظومة أعطاب هيكلية ساهمت إلى شبه نقارض يعني طبقها المتوسطة ارتفاع نسبة الهشاشة الفقر الظاهرة المعطلين وأشياء كثيرة والطبع هذا مرتبط كذلك بنوع من الفساد الإداري ونوع من الفساد كذلك المالي مسألة أخرى جات في المحضر وكذلك جات في الاتفاق اللي وقعوا له وكذلك بالبلغ الحكومي هو تتمين دور النقابات والمساهمة في إحداث أكاديمية التشغيل والشغل والرفع من المستوى التفاعلي والترافعي للقيادات والنقابيين وهنا غنفتح قوس يعني لابد وهنا كانت طرحات يوم الجمعة قبل كان على وشك الفضل ديل هذا الاتفاق أنه من كبرى النقابات أو المركزيات النقابية في المغرب كانت قد أشارت على ليسان أمينها العام أن هناك 30% قد قدمتها الحكومة لدعم النقابات وتم رفضها من تلك النقابة في حين أنها غابت عن ذكره عن الاتفاق المحضر ديل 30 أفغيل وفي نصف الوقت كنا نتمنى أنه فعلا يكون واحد تأطير نقابي بغينا عودة التقافة العملية بغينا كذلك أنه تكون النقابة عندها ملفات كبيرة وقطعية وكترافع لها لأن حاليا حتى الغرفة الثانية بغيناها ما تبقاش مقبرة للقوانين نعطي ميتة البسيط أن هناك ملفات ترافع لها النقابيين وكذلك كانت بالمشاركة ديال أرباب العمل 2016 تغطية ديال الوليدين بقية حبيسات الغرفة الثانية منذ 2016 هناك ملف ديال الإصلاح الإداري من 2005 تم يعني تنفيده حتى 2011 بخصوص صرقية حاجة أخرى الاتفاق لم يتطرق بتاتا إلى الزيادة في أجور المتقاعدين ألم يقدم المتقاعدين سواء في القطع العام والقطع الخاص خدمت لبلدهم يعني بعد حكومة عباس الفاسي لم يتم الحديث باتاتا على المتقاعدين هذه الهدرة ديال أنه المتقاعد عنده لحد الأدنى والأجر دياله ألف درهم أبدا نصوله لسنة سيس يعني البلتان دوب بي ديال المتقاعدين أقل بكثير كي اللي عنده 300 درهم اللي عنده 500 اللي عنده 700 في القطع الخاص في القطع العام 1600 إلى حد السعب بالنسبة للتقنيين نرجع لمسألة التقاعد كيف يعقل أنه قطع أن وزارة مثلا معينة هي وصية على قطعات على مؤسسات عمومية بعضها خاضع لنظام الـ RCR والبعض الآخر خاضع لسامير وبالتالي بعد التقاعد الخاضعين لقطع السامير كتبقى لهم يعني الأجر ديالهم كما هي أما القطع الـ RCR يعني كتبقى واحد الهزالة طبعا والغريب يعني الغريب أنه قطعات تنتمي لنفس الوزارة ونفس كذا بمعنى أنه خاص الحكومة تكون عندها جرأة سياسية من أجل إصلاح التقاعد كذلك وصنادق التقاعد لأن حاليا كان أورش كبيرة تحدثنا عليه سابقا في برامج متعددة في نفس القناة يعني خاص تكون واحد للجرأة سياسية وجرأة كذلك زائدة بالنسبة للقطع معين كيبقى إلى حد ما مسكوت عنه نوعا ما وهو جهاز مفتيشية الشغل وجهاز مفتيشية الشغل يقوم بأعمال يعني طبعا أعمال جليلة وأعمال يعني كتدخل في إطار المنظومة ديال شريعة الشغل لكن خصو جرأة زائدة من أجل توقيع يعني الغرامات توقيع الجزاءات العقبية في حق المصرحين وكذلك بالنسبة لأرباب المقاولات خصوص تكون عندهم يعني نوايا ديال المقاولات المواطنة من أجل الدفع بهذا الوطن وكذلك من أجل يعني الرفع من قيمة ومن كرمات المواطن المغربي العنوان العريض ربما للاتفاق كان هو الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العامي والخاص أليس هذا مكسب أيضا المركزيات الأكثر تمثيلية للنقابات المدافعة عن حقوق الشغيلة جيد نقطة موضيئة ولكن لن قراءة أخرى بالنسبة لمسألة رفع هذا كان مطلب دائما هو الرفع من الحد الأدنى للأجور أنه لا يتلأم مع تطورة الاقتصادية ومع السياق الاقتصادية والأسعار الملتهبة وغلاء المعيش ولكن أول شيء أظن بأن هذا المطلب هو لن يكلف الحكومة شيئا كثيرا بحكم أن من يتقاضون الحد الأدنى للأجور داخل الدوائر الحكومية هم قلة جدا هذا أول شيء ثاني شيء الإشكالي حينما تحدثوا مثلا عن القطع الخاص وتحدثت الأستاذة المفتشية من سيلزم القطع الخاص باحترام هذه الزيادات واحترام الحد الأدنى للأجور من سيلزم القطع الخاص بالتصريح لأنه ما بقيتش فقط مسألة الحد الأدنى للأجور بل هناك أجراء ليتم التصريح بهم لدى هذه الصناديق إلا باربع أيام وبخمس أيام وبعشر أيام وأقل من ذلك والقيمة الأجور المصرح بها أقل من ذلك وعند هذه الصناديق التقاعد يتم التصريح بأجور هي أقل من حد الأدنى الأجور المتعرف عليه اليوم ولا يكون هناك أي ربط هنا دور النقابات ربما هنا دور النقابات دور الحكومة دور المفتشية دور كل الفاعلين من أجل مواكبة تنزيل هذه الأشياء الرفع من القيمة بأشتراف المئة شيء جيد الرفع من قيمة الأدنى للأجور شيء جيد هذه القراءة الأولى القراءة الثانية نحن فيه اقتصاد لا زالت تهمين عليه الأنشطة الغير مهيكالة إذن إلا قلنا هذا حل جزئي بالنسبة للشغيلة بالنسبة للعمل بالنسبة للموظفين طبعا مصير ملايين المغاربة الذين لا يتقضون لحد أدنى الأجور ولا أقل من لحد الأدنى الأجور وكيخدموا في الضيئات بـ 50 درام و40 درام و30 درام و12 ساعة و13 ساعة في النار كيشتغلوا في المعقاة وكيشتغلوا في الفناطق وغير مصرح بهم هذه إشكالية كنخص النقابات تستحضرها في هذه التفاق وهذا ورش كبير أخذته الحكومة على عاتقها وإدماج القطاع غير المهيكل وقامت بمجموعة من سياسات الجبائية كراءة أخرى في الإدماج ولكن اليوم لا يمكن أن نلوم حكومة جديدة في جلسات حوار اجتماعي على صفح ساخن بالنظر إلى ضرفية محلية وسياق دولي أكثر من خاص ونسب التضخم التي تشير إليها المؤشرات الدولية توحي بأن السنوات القادمة ستكون صعبة وصعبة جدا ومن الفراجة الاقتصادية للدول بحال المغرب التي لا تتوفر على موارد طاقية بدون مخزون استراتيجي طاقي ستكون فيها بعض المشاكل فلا يمكن للحكومة في ظل ضرفية خاصة على المستوى المحلي والدولي بالإضافة إلى فرضيات تم بناء عليها قانون المالية أن تقوم بتقديم هدايا وقراء أنا متفق معك مبالغ فيها بما في ذلك القطاع غير المهيكل لأن هذه إشكالية دولة وليست إشكالية حكومة متفق معك أنا إشكالية بالنسبة للحكومة أنا لو عرض علي أن أكون مكان الحكومة لرفضت ذلك لأن لا السياق السياسي ولا السياق الاجتماعي ولا السياق الاقتصادي هو يعاكس طموحات وتوجهات الحكومة والمناخي كذلك وضع صعب للحكومة ولكن هناك مطالب مطالب عادلة وآنية وحارقة بالنسبة للمواطن المغربي يجب أن الحكومة التعاطي معها في المواطن المغربي الذي لا يجد مثلا أن نتحدث عن معاشة هذه لـ 300-400 درم عن أي قدرة شرائية نتحدث مسألة التصريح يعني جمعة من المشاكين يجب أن الحكومة البحث عن وسائل بديلة من أجل إيجاد حلول لها والعودة إلى مسألة الأجور ومسألة الحد الأدنى من الأجور نحن نرى بعض المرات نسقط في التناقضات أنا تحدثنا في الشق الأول على مسألة الرفع لحد الأدنى من الأجور بأنه لا يشيك فيه بالنسبة لتعزيز القدرة الشرائية الفئة المعنية به في أقليلات لدخل القطاع العام ومن الصعب تنزيلها في القطاع الخاص ولكن كنا نرى من جهة أخرى أنا كحكومة مثلا الرفع من الحد الأدنى من الأجور قد يعيق انتقال القطاع الأخير المهيكل إلى المهيكل لأن أرباب العمال هذا التكاليف زائدة بالنسبة لي إن ألت توجهت مكلف هذا الانتقال سيكون مكلف وأظن هذا اللي سيجرني الحديث على 600 مليون سوف تضخ بالنسبة للمسألة الميلة في الخادمات أو العاملات في البيوت إذن هنا دولة شفت بأننا رأى جزء من أن الناس لا يريدون التصريح بالعاملات لديهم من تلك التكاليف التي قد تتقي الكاهل فهنا كان هذا القراءة إيجابي بالنسبة للتفاق أنه أثر أن يتم دعم جزء أو تحمل جزء من هذه التكاليف المتعلقة بالتصريح لدى صناديق التقاء لدى صناديق الحماية الاجتماعية من طرف الدولة إذن هنا للأسف الحكومة جاءت في ضرفها صعبة جدا وبالتالي مطلوب منها أن تبحث على حلول مبتكرة لأن الحلول الكلاسيكية المطروحة الآن بالنسبة للخلق التوازنات المالية والاستجابة للمطالب لأن هذه تكلفة حين نتحدث مثلا على تخلي عن جزء من الضريبة على القيمة الموضافة هذا سوف يقوي في خزينات الدولة ونحن نعلم بأن مالية الدولة من الأساس تقريبا 90% هي تأتي من مداخل الضرائب وأنا نأتي اليوم ونطالبها بأنها ستتخلى على جزء من المداخل الضريبية في الدخل وتخلط الرسم والضرائب والمحروقات وفي آخر المواطف الحكومة إذن هنا أنا كنشوف هنا إشكالية بالنسبة للتوازنات المالية هذا هو الرهان الصعب لهذه الحكومة نشرك معنا دكتور أمين السعيد دكتور كما يقال اليوم في الستوديو وكما علق عدد كبير من الشغيل على هذا الاتفاق بأن الأمور التي كانت منتظرة نوعاً ما وأن يكون لها أثر فعلي على الطبقة العاملة لم تتحقق يعني السيادة في الأجور نعم وضع حد أدنى في القطاعين العام والخاص ولكن لا أثر فوري على ذلك لأن بالفعل النسبة الساكنة الناشطة تتموقع كما قال الدكتور بدر في إطار غير مهيكل ولكن ألا تعتقد بأنه بإمكاننا أن نقول جد لأخيك عذراً بالنسبة للحكومة لأنها اليوم أمام ورش كبير وكبير جداً يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية بأن هذه الطبقة الهشة أو الفقيرة أو من سقطت من الطبقة المتوسطة وهم كثر في ظل جائحة كورونا والكساد الذي وقع في الاقتصاد الوطني على غرار اقتصادات العالم ككل أمامها اليوم يعني منظومة حماية اجتماعية تشمل التقاعد من هنا إلى 2025 تعويضات العائلية تعويض عن فقدان الشغل وأيضاً تأمين صحي إجباري وبالتالي هذه بتلك يعني لا يمكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعه تتفق مع هذه القراءة أم له؟ طبعاً الأستاذ نوفل نأخذ بعلا تبار الإكرارات والحدود التي تعيق الحكومة ولكن على الأقل أن الحكومة ينبغي أن تجتهد وتبتكر حلو جديدة وأن لا تعالج هذه القضايا التي هي قضايا مركزية بحلول تقليدية وأشرت الأستاذ نوفل إلى ورش الحماية الاجتماعية ولكن اليوم لا توجد هناك مبادرات جرئة وحتى مبادرات صريحة من قبل الحكومة لتعزيز هذه الحماية الاجتماعية التي هي ورش ملكي اليوم أنا لا أفهم لماذا الحكومة في هذا الصياق تتراجع عن سحب التوجه المتعلق بتغطية صحية للوالدين وأنا هذه المفارقة لا أفهمها الأستاذ نوفل أنه أسرة استثمرت في ولدها أو في ابنتها قريبا مثلا لمدة 30 سنة والأسرة تكلف نفسها وتواكب وتستثمر وحينما يتغضف الإبن أو الإبنة فلا يستفيدون من التغطية الصحية وبعد زواجه بـ 24 ساعة تستفيد الزوجة أو يستفيد الزوج من التغطية الصحية عن أي عدلة جماعية نتحدث هذه مفارقة لا أفهمها في ذل هذه الوضعية الحالية أو أن إدخال الوالدين في التغطية الصحية لا يكلف الدولة أي ميزانية كبيرة على اعتبار أن هناك اقتطاعات والشراكات في هذا الماجر النقطة الثانية وهي المتعلقة بالقيطة على غير مهيكل وبالحد الأدنى من الأجوار الأستاذ نوفل القيطة على غير مهيكل على مستوى التقرارات اليوم التي كانت في المغرب تقريباً يصل إلى 5 مليون ديال عدد أشخاص الذين يشغلون في القيطة على غير مهيكل اليوم ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نحفز هؤلاء الأفراد بضمانات بضمانات مرتبطة بالحماية الجماعية لكي يدخلوا إلى القيطة على غير مهيكل ومن هنا أن إذا أدخلنا هات 5 مليون ديال الأفراد فإن ذلك سينعكسوا بشكل إيجابي على مستوى القدرة الشرائية وكتبقى لي واحد النقطة الثانية وكتبقى لي واحد 5 مليون إلى 4 مليون ديال الأشخاص الغير مصرح بهم هنا خفت الحكومة أنها أيضاً تجتهد وأنها تفتكر حلول في علاقتها مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب وبالتالي سنستفد 11 مليون ديال الأشخاص التي تعيشه تحت عتبة الفقر هناك 5 مليون اللي هي تشتغل في القيطة على غير مهيكل خاصة نعطيها تحفيزات خاصة تلقى ضامانات خاصة تلقى تغطية صحية خاصة تلقى معاش خاصة تلقى العديد من التحفيزات باش تدخل ويبقى لي النقطة الثانية المتعلقة بـ 5 مليون ثانية بمعنى عندي 11 مليون يلا استطعت أنني كيفاش استثمر فيها وكيفاش نقنها يمكن لي أنني نقضي على هذه الشاشة ويمكن لي الرفاع من القدرة الشرائية من خلال هذه السؤالين الحارقين جميل المركزين وهذا كيتطلب الشهاد وكيتطلب حوارات وأنه ليس بالمستحيل يمكن أن الحكومة إذا كانت عندها بعض حلول تقدر تنجح في هذه النقطتين المتعلقتين بـ 10 مليون ديال الأفراد الذين خارج التصنيف وبعضهم يشتغل في القيطة على غير مهيكل والبعض الآخر هو غير مصرح في دمال الشمال نعم وهنا ربما جاءت بعض المضامين الخاصة بالاتفاق المبرمى بين الحكومة وأيضا النقابات أستاذة كريمة والتي فيها بعيدا عن الفلوس ما فيهاش الفلوس زيادة نقص رفع إلى غير ذلك هي أمور تنظيمية بحتة وهي أمور قد نقول بأنها غير مادية تتعلق على سبيل المثال الحصر مأسسة الحوار الاجتماعي المثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم توقيع عليه وسمعنا رئيس الحكومة في حواره الإعلامي الأول بعد مئة يوم تقريبا من توليه منصب رئاسة الحكومة وقال بأنه شخصيا مع مأسسة الحوار الاجتماعي شاهدنا بعد ذلك كيف بدأت جلسات الحوار الاجتماعي اليوم مثاق وطني أمر جميل ولكن أيضا تم الحديث عن إخراج القانون الخاص بالإدراب وهذا مطلب ملح لأنه حق دستوري ولكن لا يترجم اليوم وفقا لمواد واضحة وأيضا لتطلعات المركزية النقابية والاتحادات الخاصة بالشغيلة ألا تعتبر هذه مكتسبات لكي لا نشاهد الواقع بمنظار أسود يعني نرى هناك إرادة والإرادة السياسية هي التي تحقق مثل هذه المطالب نعم في بداية الحلقة قلنا فعلا هناك تفاعل إيجابي مع مطالب الحركة النقابية لكن المحضر في حديث ذاته وهذا إجماع شبه إجماع لم يرقى إلى تطلعات شغيلة ننتظر خيرا ونتفائل خيرا هناك دورة موالية ستأتي إن شاء الله في سبتمبر وسنرى يعني مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبين المركزيات النقابية فعلا مسألة الإدراب هو إلى رجال الوتيقة الدستورية لا تستطيع أن تنسحب منه النقابات لأنه موقع 2022 إلى 2024 مدة هذا الاتفاق سنتين نعم لكن الحكومات المتعاقبة في العشرية الأخيرة كانت هناك اتفاقت وتخلت عنها تراجعت عنها وتخلت عنها مع عرقلة الحوار الاجتماعي طبعا وعرقلة وكانت هناك بقايا محاضر للأسف ومن ضمن الأعطاب التي كانت سادت في العشرية الأخيرة للحوار الجماعي بالنسبة للقانون الإدراب القانون الإدراب أتذكر أنه في أول وتيقة الدستورية سنة 1962 كان في الفصل 14 نعم الفصل 14 الفصل القديم في الدستور القديم أنه سيصدر قانون تنظيمي يعني المغاربة انتظروا 60 سنة من أجل قانون تنظيمي للإدراب شيء إيجابي أن تتفاعل الحكومة مطلب الحركة النقابية هي مسألة الإدراب لأن بعد الإدراب يتم أن الشركات تتأمر بهذه العبارة تعلن أو تشهر إفلاسها وبالتالي تسريح العمال قانون الإدراب سيكون بشكل حاداتي الجميل في هذا الاتفاق أو في هذا الاتفاق يعني نسميه الاتفاق الاجتماعي في إطار الدولة الاجتماعية ونحو حقد الاجتماعي طبعا والسنة الاجتماعية اللي ستبقى سنة دائمة يعني من خلال دورتيها دورة أفغيل ودورة سبتمبر أنه سيتم واحد التفاعل كما قلت بشكل إيجابي لكن نتمنوا أن يكون واحد دينامية حقيقية لا من ناحية الحكومة ولا من ناحية النقدة نتمنوا أنه ينتهي هذا الصبر الذي دام للستات عقود لأنه الاتفاق واضح وضع جدولة زمنية لم نخبر بتلك الجدولة الزمنية لم يقل بأنه ستعرض على المؤسسة التشريعية خلال ثلاثة أشهر ويتم مناقشته في ثلاثة أشهر ليصدر على أكبر تقدير في ستة أشهر نتمنى لا أنا هذا شيء نقوله من عندي لم تضع جدولة زمنية فربما كما يقال في قراءات متعددة كل حكومة تأتيت يعني ترفع عن كاهلها هذا القانون لا تريد أن يسن في عهدها بشكل بسيط هنا المطلب من خلال هذا المنبر هو النقابات باعتبر أن قوة ضغطة يعني ما يتمش تهريب كما تم تهريب من الفتقعود لليجان برلمانية بعيدا عن مؤسسة الحوار الجماعي حاليا تم إعلان المأساسة يعني مأساسة الحوار الجماعي هناك محاور مدوانة طبعا هنا هناك قواعد وأليات ستتنقش فيها مدوانة الشغل لأن حاليا استغيير من 2004 إلى الآن ما يقرب تقريبا رأى علينا عشرين سنة يعني ما كانش واحد تعديل ما كانش واحد تغيير مسألة تقعد يتناقش في مؤسسة الحوار الجماعي قانون إضراء يتناقش في المؤسسة ويتداولوا فيه في المجلس الحكومي بين أن الوزير الوصي يرفع مقترحة النقابة في المجلس الحكومي يتم تصادق عليه ويمشي هذا البرلمان بغرفته من أجل المصادقة القانوني والإجرائي لمرور هذا القانون الإضراء فقط أن على النقابة أنها تكون حريصة هذا المرصد الذي يتم إحداثه للحوار الجماعي اللي ستبع الأجندا بمثابة رصد واحد لبسيغفاسيو دي الأليات تفاعل الحكومة مع مطلب حركة النقابية طبعا مصد الوطني الحوار الجماعي سيكون فيه نوع من الملاحظة بحل تكشكل ملاحظة الانتخابات يعني ما هي الإيجابية ما هي السلبية الأجندا في نوصلات توصيات القوة الاقتراحية والقوة الاقتراحية ومدى احترام والتزام الحكومة هذا التزام رح التزام أمام المالك التزام أمام الشعب والتزام كذلك أمام الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل بمعنى أن المرصد سيقوم بالدور دياله وقانون الإدراء يجب أن يمشي في القناة دياله الحقيقية يعني يتنقش داخل الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة ويمشي لمجلس الحكومي ويتصدق عليه في البرلمان وغيرت التقرير السنوي حول المناخ طبعا وهنا سنرى كباحثين وكمتتبعين سنرى ماذا نجاح الحكومة في الوافع بالتزامتها وفي نفس الوقت ماذا نقابت ماذا التزامها بخطها الترفعي ومذكرتها الترفعية وماذا وفائها لمطالب الحركة يعني الحركة الشغلة تماما نعم أيضا هناك من بين الأمور التي تم الحديث عنها تعزيز الأكاديمية وتعزيز المفاوضة الجماعية والبحث عن أليات بديلة لفض النزاعات نتحدث عن حقوق دكتور أكيد مشروعة ويعني تلاءم متطلبات العصر من غلاء في المعيشة من قدرة شرائية منخفضة من حد يعني للأجور لا يواكب كل تطورات العصر أمور كثيرة جدا نتفق فيها ومعاشات أيضا لا تسمن ولا تغني من جوعا فئة مجتمعية كبيرة إلا أنه اليوم هناك أمرها مهم جدا هو من يقف مع الشغيلة في النزاعات يعني كنا نتحدث عن الإضرابات هناك من بعيد عن الإضراب يعني في إطار غياب للمفاوضة الجماعية يكون كشخص في وجه مسير في القطاعين ربما العام وحتى الخاص اليوم حين يكون هناك من الحكومة اتفاق على انتظارات تتقدم يعني بها بنص واضحا النقابات من أجل أليات جديدة لتدبير النزاعات هذا أيضا قد يفيد فئة هامة وهمة جدا من الشغيلة لأنه بتواجد مؤسسة ومسير وعمل النزاعات شارون لابد منه نعم مسألة النزاعات مسألة النزاعات هي تتعلق ليس بال رب العمل أو بالأجير أو بالموضف فقط إنما تتعلق بمنظومة يتعدد الفاعلين يتعدد الفاعلين القضاء القضاء مؤسسة مفتي الشغل الذي يصهره على مراقبة مدى احترام وتنزيل وتطبيق قوانين الشغل نعم كذلك المصالح الإدارية حين يتعلق الأمر بمنازعات داخل الإدارة العمومية وبالتالي وكذلك النقابات لأن النقابات هي دائما من تمثيل وهنا بالعودة إلى مسألة التمثيل ومسألة النقابات كنت أود في بداية هذه الحلقة أن أتحدث عن النقابات تحدثنا عن الحكومة والإكرهات التي توجه الحكومة ولكن ألا ترى أن هزالت العرض الذي قدم من قبل الحكومة مرضه أيضا إلى ضعف النقابات المغربية وعدم قدرتها على فرض إرادتها على الحكومة وأظن حتى مسألة 36% التي أشارت إلى الأستاذة والتي تتعلق برفع الدعم الموجه إلى هذه النقابات أليست هذه الرسالة ضمنية من الحكومة إلى هذه النقابات على أساس أنك ضعيفة وأنك تحتاجين إلى دعم إضافي من أجل إيجاد شديدها يكيلك وضع الرسالة قرئت والتقطت من طرف ولكن لا ضرر في دعم النقابات لأن هذه النقابات هي من تضمن السلم الاجتماعي بطريقة أكيد ولكن نتحدث على أن ما تنحينات تحدث بكم هي النسبة المئوية التي تمثلها النقابات التي الآن هي الأكثر تمثيلية والتي كانت في حوار مع الحكومة من أجلي نقلب لك على واحد التعليق المواطن من المواطنين لضرر ولضرر أن نطلع عليهم ويعبر عن نفسه أكيد ولكن هناك من يتفق معه يعني كثر بعيدا عن تعليق قال أحد الأشخاص يعني هذا مخرجات هذا الاتفاق لا ترقع لأفسد طموحات الشغيلة وأمام هذا الدور لن نقول الكلمة الذي صارت تلعبه وهي كلمة قضحية تلعبه النقابات ضد الشغيلة وجب الانسحاب من هذه أيضا وأصفها بصفة قضحية ولم يسميها النقابات بدءا من عدم المشاركة في احتفالية عدة الشغل يعني حتى هناك من يرى بأن النقابات قد قدمت تنازلات لا ترقى حتى إلى المعرقلات التي كانت في الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني أو كما قال السيد بن كيران بأنها يعني وافقت على أقل مما قدمته أنا قبل سنوات حين كان رئيسا للحكومة نتحدث عن الآن لأن حتى النقابات يجب أن تجددها يكلها يجب أن تجدد أطرها يجب أن تجدد قاداتها وسياستها وتوجهتها لأن الله يعقل أننا تحدثوا الآن على حكومة جديدة جددت طرق عملها كانت هي سباقة للحوار وهذه كانت سابقة تحسب للحكومة اليوم وأنها لبت مسألة مشروع كان يتداول في الحكومة السابقة مشروع مأساسة الحوار الاجتماعي في حين نجد أننا نتحدثوا داخل هذه النقابات مع نفس الوجوه نفس الهيكي نفس الطرق نفس الطرق في النضل إذن الأشياء يجب حتى النقابات أن تراجعها هيكلها أن تراجع آليات عملها وبالتالي هذا الأمر نجد أن هذا الضعف على مستوى العمل النقابي المغريب يمكن أن نمسهم من خلال مجموعة من المؤشرات أول شيء تشتت وتشرد من مشهد النقابي في المغرب أشهرات النقابات الولاءات السياسية لمجموعة من النقابات تضعف أيضا من قدرتها التفاوض أصبح اليوم المندوبين المستقلين المندوبين الأشرا المعدين عن أي لو النقابي أكبر نسبة إذن هذا يحكيس أزمة أزمة كذلك أن أهم الملفات الوازنة بخصوص تمتيلية شغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص تستأثر بيات نصيقيات لا علاقة لها بالنقابات وبالأسس حين نلوم الحكومة أو نقوم بانتقاد الحكومة فبالمقابل ننتقد أيضا النقابات التي عهد إليها بمهمة التمتيل تمتيل الشغيلة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص دكتور أمين هل تتفق مع هذا الطرح أن النقابات اليوم ليست في أفضل حالاتها زعى مكتسبات غابت في العروض الحكومية السابقة طبعا هذه أدمام الأدمات المتعلقة بمنظومة الوساطة التي تعاني منها كبت منظومة الوساطة تعاني منها أهداد تياذيات تعاني منها جمعيات المجتمع المدني نسبيا وتعاني منها كذلك النقابات لأنه اليوم حتى نسبة منخيرات في النقابات ترجعت في السنوات الأخيرة وأصبحت لا تصل إلى جوش وهذا أيضا مرتبط بالعديد من العوامل وأنا هنا أتفق مع الحكومة في المبادرة المتعلقة برفع نسبة الدعم للنقابات إلى 30 فن لأن النقابات في الحقيقة ليس لديها دعم كبير للقيام الطير والمواكبة والتربية على التقافة النضالية أنا كثير دائما أحضر لكثير من الندوات والدورات التكوينية في شمالي وشرقي وجنوب المغرب وأجد أن في ندوات النقابات أو في اللقاءة التي تنظمها لا تتوفر على دعم مالي فقط ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الدعم ينبغي أن يكون مقرونا بالمحاسبة وبالمراقبة وأن يُعرض على المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بالشيق الثاني وهو المتعلق بالمنظومة القانونية أريد أن أندبي أن الحوار الشمعي حدد أجلا للمنظومة القانونية قال بأنه القانون المتعلق بالإدراب ينبغي أن يصطور في يناير 2023 القانون المتعلق بالنقابات ينبغي أن يصطور في يوليوز 2023 ثم القوانين المتعلقة بكيفية انتخابات المهنية أيضا ينبغي أن تصطور في 2023 وأنا لا أتفق مع الضح لأنه ينبغي أن لا نحدد أجلا لهذه المنظومة القانون سواء لا المتعلقة بالقانون تنظيم الإدراب ولا المتعلقة بمدونة الشغل ولا المتعلقة بقانون النقابات لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك بعض القوانين التي تحتاج إلى أسبوع وبعض القوانين قد تحتاج إلى خمس سنوات سلقة تقديرية المشرع لا يمكن أن نقيدها بزمن هناك بعض المواد وحوار المجتمعي وهناك بعض الإطارات القانونية التي لا تحتاج إلى مدة زمن نعم ولكن قانون تنظيم الإدراب على سبيل المثال الحصر من 1962 أول دستور بعد الاستقلال وانت كمشرع مازالك تخمن فيه ماذا ستحقق في هذا القانون الإدراب أي إضافة ستقدمها مختلفة عن سويد أو عن إنجلترا أو عن دستير الدول المتقدمة لا أستاذ هذا فقط غير مرتبط بجرأة الحكومة اليوم الحكومة لديها تقليد تاريخي ورثته عن الحكومة المتعاقبة وهو التخوف من إخراج القانون تنظيم الإدراب والحقيقة أن هذا القانون تنظيم الإدراب هو كباقي القوانين والحكومة السابقة قد أصدرت العديد من القوانين التي هي أكثر حساسية من القانون تنظيم الإدراب أنا أشير مثلا إلى القانون تنظيم المتمثات في المغرب يبدو عاديا ولكن كثير اليوم الدول العربية والدول الإفريقية ليست لها الأجراب ليست لها الجرأة عفوا بأن تعطي للمواطن بأن يتدخل في المبادرة الشريعية والمغرب هو الدولة العربية الوحيدة التي استطاعت أن تخرج القانون تنظيم المتعلق بالعرائد المتمثب أيضا هناك قوانين أكثر حساسية القانون تنظيم المتعلق بتفعيل رسمي للطابع الأمازيغي هو صعب جدا القانون تنظيم المتعلق بالمعلومة ولكن إذا تعطلت الحكومة 60 سنة وتأتي اليوم وتسرع في سنة أو سنتين وتخرج قانون مليء بالإكرهات فلا أتفق مع ذلك تأخرت ينبغي أن تصدير تأخذ وقتها بجودة عالية وأخذوا بعضة التجارب الفضلة أيضا مدونة الشغل صدرت اليوم 20 سنة منذ سنة 2004 ولكن تحتاج اليوم إلى حوار عميق وتحتاج اليوم إلى الأخذ بالاعتبار للشهاد القضائي اليوم تغفل للشهاد القضائي اليوم العديد من نزاعات متعلقة بمدونة الشغل والتي تدخل فيها القضاء والشهادات القضائية تعطي العديد من الحول أشكرك سي عمين لأسف الوقت الوقت انتهى السؤال أخير معك أستاذة كريمة السرعة التي تم بهالاتفاق هل ستثقل كاهل الحكومة خاصة أن النقبات تقول على الحكومة أنت في بالتزاماتها الموقع عليها في هذا الاتفاق لا تثقل كاهل الحكومة لأن الحكومة تصير أحزاب سياسية من خلال تصفح البرامج والقراءة المتعددة هنا في القناة أنها رصات مجموعة المطالب مجموعة التي تحققها الشغلة والشعب المغربي بكل فئته عليها أن تلتزم بما وعدت به من خلال الانتخابات الأخيرة وحاليا لديها أغلبية مريحة في المجلس في الغرفة الأولى والغرفة الثانية ومنسجمة جدا وهناك مشاريع ملكية وهناك مواكبة ملكية خاص الزمن الشريعي أنه ينتفض شي شوية ويكون واحد الأريحية وتكون النخبة النقبية معول عليها داخل المجلس المستشارين ونخبة العشرين يعني الممثلة للبطرونة النقابة ويعني التمثيل التولادية أنها تسترع في الزمن الشريعي وتكون عندنا نخبة حقيقية تصحقه تمثيل هذا الشعب وهذا الوطن شكرا جزيلا لك أستاذ كريم أغراد باحثة في العلم السياسي والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس شكرا لك شكرا لك دكتور بدر زهر الأزرق بفضل في الاقتصاد والأعمال والشكرا أيضا لك دكتور أمين السعيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدة محمد بن عبد الله بفاس كنت معنا من وزم شكرا جزيلا لك شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين